عن ربيع أو تاحة؟ لأنه ده سؤال مهم جداً لتنين أخبارهم ميتهم منا هو طبعاً كابتو حسام كان مدي تعليمات طبعاً قبل ما يتفر الأجازة السريعة بتاعتهم طبعاً في بعض اللاعبين انت عارب تاحة كان عن ضربات صريحة بس بقوله بقى كويس هو طبعاً بقى كويس ولها في ماتش اسبانيول حوالي روبا ساعة تلسة ساعة من العناصر المبشرة يعني بالخير ورجع من تاخب الأولمبي كمان عارفنا طبعاً مؤخراً النهاردة فطبعاً احنا كنا يعني كابتو حسام قال لي أنه لازم يشتغل بدري وبالنسبة برضو الرامي لازم يعني روبات الرامي مختلف شوعة عن عبد تاح لأن الرامي دي تسامج معين جاري بس ما فيش أي ترناد وفيش أي تدريبات للجيم وكده بالإضافة طبعاً اللي فيه عناصر بقى جاية كان هيخش بقى بكرة ومعنا حفين السيد وفيه توبة وفيه أحمد نبيل وفيه كمان أحمد العيش بأساس أن احنا فيه مجموعة كانت قاعدة بقى لها فترة طويلة وانتعرف طبعاً الدور الثاني اللي فاتت لها فطبعاً فيه بقى قاعدة بقى فترة طويلة يعني عايز أسألك عن ربيعة ربيعة حالته يعني ممكن يرجع الملعب بعد قد يا كابتن محمد والله كابتن طبعاً ده يعني توقف أنه ليه زيارة كمان خلال أربع خمس أيام كده إن شاء الله هيطلع أرمانيا عشرة البطور اللي عمله العملية يبص عليه تاني ويبدأ ينقله المرحلة بقى اللي هو يبدأ يقول له مثلا إذن الكورة بقى تعمل إيه تدريجي بحيث يرجع المطشف يعني طب طب مني على وقت الجمعة رجع ولا لسه؟ وأيضاً على تصال دائم به طبعاً في البرتغال وهو رجع بكرة إن شاء الله والحمد لله طبعاً عملت الشعي يوم الثلاثة جميعات وكانت نجحة الحمد لله وكمل بعديها شغل وجاري وكده وإن شاء الله يعني هيكون بكرة متواجد في مصر على أساس إنه هو إن شاء الله يبتدي بقى معنا لنفسنا كده ويستفر ويستدى من يوم الجمعة إن شاء الله كابتن محمد قصة أحمد شكري رجع ولا لسه في الأعارة ولا قصة؟ والله كابتن أنا كان فيه اتصال بشكري مبارك وطبعاً أنا عارف اللي يدور مع المنتخب هو استبعد النهار دا الحياة لأنه الحياة يعني قال التصرحات عنيفة جداً على كابتن حاني رمزه لكن أنا على المنتوج شخص طبعاً كلمته وكابتن الثادة على الحفيز برضو كنت على اتصال بي وعرفت إنه أكلمه وقال له شكري يعني لازم تهدأ وتوقف التصرحات وكده طبعاً انفعلت الحاجات ده كابتن مش مطلوب بيخصر 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 طبعاً وكلنا يعني وبرضو شكري يعني أعتبر لسه في بداية طريقه بلازم برضو محتاج خبرات ومحتاج المداربين يبقوا معاه ويساعدوه ويحاولوا يعني يدولوا أفكار احتمال عودته للنادي كبيرة؟ والله طبعاً يعني احنا بنتناقش طبعاً وكابتن حسام يعني مدي اختيارات عديدة هو الناس المعارين طبعاً هيعد تقييمهم تاني وهيعد حسب احتياجات طبعاً المركز المختلفة اعتقد ان شكري يعني ان شاء الله من العناطر يعني اللي ممكن تتواجد ان شاء الله السنة الجاية ونتمنى ان شاء الله انه هو يكون يعني اضافة قوية يعني كابتن محمد ليسف اشكرك شكراً جزيلاً كل التمنيات بالتوفيق قبل ما اروح لفاصل جاوبني بصراحة هل في اي خلاف بينك وبين كابتن حسام البدري يعني انك متبقاش موجود في الجهاز وانت اشتغلت معاه وكت احد اسباب نجاحه هل عدم